السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة اول مباريات النصر السعودي في دور المجموعات لدور ابطال اسيا في استقبال كبير جدا خارج ملعبه وخارج بلده للجماهير للنصر السعودي ووجود كريستيانو رونالدو اللي هي الصفقة الناجحة بنسبة مليون المية لادارة الكرة السعودية بشكل عام وادارة النصر السعودي بشكل خاص اللي نجحت ان هي تزيد من اسهم النصر السعودي على مستوى العالم بشكل كبير جدا شعبية وجمهرية النصر السعودي ازدادت بسبب انتقال كريستيانو رونالدو الى النصر السعودي ومشاهدة مباراة النصر السعودي باقت الاعلى لازم نكون واضحين الصفقة الناجحة او الشغل الناجح بيغضح نفسه النهاردة المباراة بقى عشان نخش في التفاصيل المباراة دي هتكون الابرز لستاديو مانين من وجهة نظري الابرز لاعب هيقدر يثبت وجوده في المباراة الخارجية والصعبة هو ساديو مانين النهاردة هيحط علامة مميزة في المباراة وهيثبت ليكم ان هو اللعيب الافضل افضل اداءا واتوقع ان دي هتقبأ بداية زيادة شعبية ساديو مانين لدى جمهور النصر واهميته في الفريق اللي هيقدر ينقل الهجمة المرتدة واللي هيقدر يحول الشكل الضغط ان هو يلعب خارج ارضه الى شكل فيه خطورة للنصر السعودي بتحرقاته وسرعته ووجوده المهم داخل الملحب دي توقعات تاليسكا ممكن يلعب الشوت التاني ممكن يلعب الشوت التاني بديلا للعبد الرحمن غريب لان تاليسكا انت عارفين ان هو العائد ممكن يبدأ به المدرب وممكن ما يبدأش به دي لسه مش موجودة لان انت لسه فيه الان اللعب لسه راجع معاك فانت عاوز تحافظ عليه لان تاليسكا لعب مهم جدا طبعا وجود كريستيان رونالدو بيعمل حدث وضغجة فلازم يبدأ كريستيان رونالدو لازم يكون في الملحب اللعيب الهداف لكن انا بركز معاك على ساديوماني لاحظ معايا وشوفت حرقات ساديوماني وشوف ساديوماني النهاردة هيكون مؤسر في المباراة ازاي دي وجهة نظري والله الموفق يعني وان شاء الله دي توقعات وربنا يوفق الجميع تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته